السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير ان شاء الله النهاردة بقى هنفرش مع بعض الشقة بعد 10 ايام بقى بهدلة انا بقى لي 10 ايام شايلة السجاد ده والشقة عندي بقى فوق بعضها زمانتو كده شايفين شكلها مش ممكن يعني كركابة بقى فوق ما تتخيلوا طبعا كمان الولايات بقى بيستغلوا الوقت جدا جدا ده بيفضلوا بقى يكركبوا اكتر واكتر فانا قلت الحق نفسي بقى بصراحة الموضوع يعني هيوسع كايب النوم جدا يعني بصوا ببهدلين الدنيا الاخر فجت بقى دخلت بقى بقى طبعا بقى النوم لان طبعا لازم ابدأ بيها بذات في النهاردة لان جزء قال انه هو جاي بدري وطبعا هو كمان برضو مدق جدا من الشقة ببهدلة قوي كده يعني كلهم يقولي تتفرشي امتى تتفرشي امتى لان بصراحة فعن زم ابقولكو الشقة كاتم ببهدلة قوي فقلت له ان شاء الله هافرش قبل بوقفة بيوم فطبعا عارفة ان هو هيجي النهاردة بدري فقلت طبعا ابدأ اول حاجة بقلت النوم عشان لما ييجي يلاقي حتة بقى نديف هيقعد فيها لان بصراحة هو تعب وحنا تعبنا جدا جدا يعني صعب قوي قوي لما يكون معك اطفال صغيرة والشقة توقف على رجلي كده بتبقى ببهدلة قوي قوي او فو ما يتخيلوا طبعا اكيد طبعا كل اللي زي عارف الشقة بتبقى عاملة ازاي اه طبعا زمان دو كده شايفين نفطت الكنابة وبعد كده رصت الحاجة عليها وجيت بقى هنا عصيرها نفط برضو السرير كويس قوي وبعد كده هابدأ اكلت بقى القضة وبس الاول طبعا هشير الملاد دخل الحمام مكان يعني رغسالة وكده اه شايفين كمية بقى لورق دي امارح بالليل جبت شانطة ببنتك في المدرسة ما كنتش فتحتها خالص من ساعة مقاله هيعودوا من مدرس وكده فتحتها طبعا طلعت الكتب بتاعتها كجديدة زي ما هي طبعا هي رحت اسبوعين بس اصلا وبعد كده قعدوا فشلت الكتب قلت يعني ممكن اي حد تاني ايه يستفاد بيها اه والورق ده كله طبعا هي كتبا كتبا فيه وكل كده وكل حاجة يعني ايه ملاش ايه لازمة فطبعا رميتهم بقى كلهم على سقس ان انا ايه هلموهم كلهم والاموهم كلهم في شانطة يعني ورميهم خلاص كده كناست بقى القودة كويس جدا وبعد كده جبت بقى الجردان بتاعي الجميل ده اه مليته بقى مية وحطت فيه جنرال اه بس كده وهبدأ بقى ان انا امسح الارض عايز اقول لكم حلوة جدا وجميلة اه وفيها كمان ميزة اه خفيفة جدا في الايد متعبتنيش والميزة الحلوة برضو اللي فيها اه غير يعني ان هي بقى بتخش في اي مكان والكلام ده كله لأ في ميزة تانية احلى ان هي اه مزي الشرشوبة الشرشوبة يعني بتلمي مسلا ساعات كده ايه اه ايه الشعر مسلا في الارض اه بتلمي حاجات كيف في الارض كده برضو بتسيب كده علامة في الارض اللي ايه زي طبعا بقى مسحتها كزا مرة او اشتفتها يعني كزا مرة لكن دي بصراحة ما بتجيش فيها الكلام ده خارس بتخلي كده استعمالك بيلمع كأنك مسحية بفوتا فايبر هي طبعا اصلا فوتا فايبر فعلا فجميلة اوي 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 يعني بتخلي كيه استراميك بيلمع وغميل وبردو العصر فيها حلوة جدا جدا اه فبتخلي القودة بصراحة تنشف في ثواني فهمسح بقى القودة كده كلها وبعد كده طبعا هنشفها برضو بيها وبعد كده هفرش بقى استجاد بقى بصتو جميلة وخفيفة جدا في الايد بصراحة ويعني بجد يعني بجد ساعدتني جدا النهار ده هجيب بقى استجادة بتاعتي افرشها في الارض الاول عشان طبعا ما بحبش افضل راحة جاية كده عصراميك برضو بحس ان هو ممكن ايه يتوسخ مش عارفة ليه فهفرش الاول استجادة وبعد كده هجفرش بقى الميلاية آآ بحب اقوى افرش الميلايات بعد بعد ما امسح الاودة وافرشها مش عارفة ليه بحب اعملها يعني اخر حاجة في ناس بتعملها الاول وبعد كده تمسح الارض عادي برضو يكتب اعمل كده زمان بس حاليا كان ما بقيت يعني ارتحلي العميل دي خلاص كده هفرشت بقى استرير وبعد كده هبدأ المع الازازل في الاودة كله وبعد كده طبعا هلمع بقى الخشب بصوا هنا الازاز بتاع العسكري بتاع الاودة مكسور طبعا عايزة اشيله كله بقى ارميه بصراحة لانه خطر جدا آآ بس ان شاء الله اما يعني كنت مستنيع اما جوزي كان ييجي هو بقى يشيله مع نفسه عشان طبعا يشيله الارميل على طول عشان طبعا لما يكونوا معاكي ولاد صغيرين بيخفقهم الكلام ده خلاص كده فرشت بقى ليه حفزة كده على الارض عشان طبعا الاستجادة دي عندي فتحة جدا آآ ولما بتتوسخ شكل الاودة بيكونوا وحش قوي يعني واستجادة بتاعتها يعني بيكون مش نزيفة آآ فانا قلت هافرش عليها الحفزة دي عشان برضو اشيلها اخسلها براحتي وافرشها كائنة وهي كمان شكلها حلو يعني شبه السجاجي دي يعني مش شكلها مش وحش ولا اي حاجة فرشت بقى كفرتة اللي انتو شايفينها دي ع السرير وبعد كده بقى ايه آآ هغطل طبعا القوضة واقفل بقى النور واقفل الباب وخلاص على كده خلست من اول قوضة عشان طبعا لما بقى يجي جوزي لها نضيفة ويعب بقى فيها براحتو ما يقوليش بقى الشقة مبهدلة لسه ما فرشتيش لسه ما عملتيش لأ انا فرشت له القوضة دي وخلاص على كده وقفلت بقى النور ودخلت اكمل فقوضة الاطفال دخلت بقى كده على القوضة الاطفال شلت استطارة الاول للتول دي وهعلق استطارة دي كده خلاص علقتي بقى استطارة زمانتو كيش شايفين حتى المخدات فوق بعضها عشان طبعا ايه آآ اطول واعلق استطارة آآ هشيل بقى كل المليات الاسترير زيت يعني وانطف بقى طبعا استرير كويس قوي وهقلب بقى المرتبة عشان المرتبة دي قطن آآ وانطبعا عارفين يعني القطن بيحب كده ايه يتقلب كل شوي تحت استرير بقى كده انا حتى شنط آآ شنط اللي هي بتبقى عدي اللي هيك كبيرة دي آآ حتى فايل هدوم الشتو بتاعت الولاد لان طبعا هدوم الشتو بتكون كترة قوي فبقى شيلها كده فشنط وبحط برضو فيها صابون عشان برضو راحتها تبكون حلوة آآ وباشيلها وخلاص على كده كده بقى انا ايه اول حاجة طبعا ان هاخد الغسيل اللي انا طلعتهم القودة يعني استطارة والملياتة اخسلهم بسرعة عشان ما يتكونش عندي غسيل كتير انتو عارفين اصلا يوم الوقفة او يوم ما بنفرش يعني اقصد بيبقى فيه غسيل كتير جدا مطرح بقى ما بنشيل الحاجة القديمة يعني ونفرش حاجة جديدة هزق بقى كده الكنبة دي شوية طبعا كده هلاقي تحتها بقى حاجات حلوة كده كتير دوست هتشوفوها معايا الكنبة عندها عالية شوية بتدخل حاجات كده او تحتها آآ فيعني ايه ده اللي بيخلي تحتها حاجات زي ما انتم برضو شايفين كناست كده تحت الكنبة ونضفت الدنيا وهبدأ بقى ان انا برضو ايه امسح كده عشان لما اتخل الكنبة مكانها آآ امسح بقى القوضة التانية برحتي بقيت القوضة يعني امسحها برحة دي خلاص كاين مسحت بقى القوضة هبدأ ان انا عصرش بقى السجاد آآ بس الاول بصتونا جايبة هنا حافزة آآ جايبة قصد كسوة للكنبة عشان طبعا الكنبة عندي فتحة قوي آآ وبصراحة بتتوسخ بسرعة جدا جدا بتراها فضيعة فكررت ان انا يعيق اجيب لها كسوة كيه جاهزة بس يعني ما كانتش حلوة قوي بصراحة مش مزبوطة خلوص كده على الكنبة آآ انا جبتها اصلا يعني جبتها مرة ورجعتها وبعليك ايه جات لي تاني جبت مرة اول واحدة كانت صغيرة فقال لي لقى الكنبة عندي كبيرة جدا فجبنا آآ جاب لي يعني واحدة اكبر شوية ضفعت خمسين جنيه زيادة الاولي هي كانت بمثلين وخمسين دي بتلتمائة جنيه آآ وجبت بقى الحافزة اللي في الارض زي جبتها برضو مثلها زينب جميلة جدا وكده بقى اهفش الملايات بتاعتنا بس كده وفرجت بقى برضو كسوة الاشتلات آآ لبستهم كالكسوة الجديدة وبعد كده هقفل بقى النور واعتر كالقودة واقفل الباية طبعا بقى انا عملت من ورا بقى الكاميرا اي حاجة كسير جدا يعني مساحت التسريحة ولمعتها ولمعت الشاشة وبقى الاودة عشان برضو بقى بيكون في ملايات فبردو لمعتها ومساحته كويس جدا آآ بس ما صورتوش شيئا عشان ما بقى شرفيديو تويل او خلاص كده خلصت الاودة بتاعتنا خلاص كده بقى زي ما انتم كده شايفين طبعا بقى دخلوا فيها طبعا بسيبوا منعدوا براحتهم بقى عشان انا اخرج اعمل بقى بره بصوا بقى بره المنظر رغيب رغيب آآ يعني مش قادر اقول لكم على المنظر انتم شايفين من نفسكم هنا بقى السفرة آآ برضو فيها حاجة كتير جدا آآ والبو في برضو علي حاجة كتير قوي كل ده بقى هتشال والبلكونة برضو هتتمسح وهتتنفض دلوقتي هعمل اول حاجة البلكونة عشان اقفلها لان الجو حر جدا زي ما انتم عارفون انا اعمل بالنهار انا بدأت الشقة الساعة اتنين الدور اخلصت حوالي الساعة تمانية تمانية ونص فمش قادر اقول لكم يعني اتعبت جدا النهار ده خلاص كده همسح بقى الرخامة بتاعت البوفيه همحب امسحها قوي بالمنازيل اللي هي المبللة دي لاني بتنظفها جدا بتخليها بتلمع خلاص كده مسحت بقى البوفيه هبدأ بقى اقفش المفرش بتاعه ورص الحاجة بتاعته كده اللي عليه وخلاص على كده اه وبرضو استفرقت نفس النظام برضو نفضت المفرش ومسحتها وبعد كده فراشته تاني والديف رفا برضو نفس الموضوع شلت المفرش ونفضت ومسحته تاني وفراشته تاني وبرضو الارض زي ما انتم كده شايفين نعملت نفس الحكاية برضو شلت استجادة مسحت تحتها وفراشتها تاني خلاص كده بقى هعطر تاعة الحتة ده انا خلصتها دي وانزل بقى اشوف تحت بقى الريسيبشن بقى من تحت عامل ازاي بصت بقى آآ كل الكركبة فيها شنطة كبيرة دي بقى البرمي فيها ازبالة آآ هبدأ بقى اول حاجة طبعا همسح الترابيزة الاول لانك علىها تراب كتير او زي ما انتم كده شايفين آآ همسحها كويس جدا وبعد كده هطلعها على على المستوى يعني كده على الدرجة اللي فيها السفرة عشان طبعا توسع لي مكان تحت بقى عشان ابدأ ايه اكنوس الارض وامسحها وفراش اول حاجة طبعا بقى هنفض الركنة كويس جدا يعني وهشيلي شلت ونفض تحتها وكل حاجة وارص بعد كده لقى المخدات الصغيرة خلاص كده نفض طبعا الركنة كويس وطلعت بقى الورز ده كده عليها عشان طبعا هاكنوس بالارض آآ والسطرة دي كنت انا آآ مطلعها عشان عايزة يحطها في الترقة تحت السطرة ليه الجنزاري كناست بقى كده خلاص القده همسحها بقى كويس استولى طبعا هنا استلم ده ما انتم شايفين ميان تراب هشيل كل اللي عليه وهمسحه آآ هنا بقى هافرش الحافزة آآ طبعا مش بافرش الحافزة تحتها السجاد ان الجو حر وبعدين الحافزة حلوة جدا بتثبت في الارض قوي آآ يعني مش مش بتروح وتيجي معاك ولا اي حاجة حلوة جدا من غير كمان سجادة فرجتها بقى وهارص طبعا بقى الحاجة تانية على الاستلم اللي انتم شايفين اللي هو التركي ده بس طبعا الاول هنزل الترابيزة بتاعت الركنة هحط بقى الدي كوري الحلوة ده وخلاص على كده وطبعا آآ هارص بقى الحاجة تانية على الاستلم زي ما قلتلكم شكله حلو قوي بيدي دي كوري كده حلو في في الصولة ايانا او في الشقة ايانا عمتا هطيب بقى الكعبة جميلة دي الكعبة دي كانت مستعدية بجد يعني آآ جميلة قوي آآ كده خلاص انا خلصت اعتبر الصولة بقى زي ما انتم كده شايفين هعلق بس الاول السطارة وهنزل بقى بس الورد دي في الارض دلوقتي جبت بقى الدبل او ديابيس الصغيرة دي عشان طبعا اعملها اعمل بها السطارة واعلقها بسوا علقتها شكلها حلو جدا وفرقت قوي قوي في الشكل آآ كده خلاص انا خلصت بقى الريسبشن بتاعي الحمد لله هدخل بقى لحاجة غيره بس طبعا قبل ما ادخل طبعا هرش معتر بقى فيه وبقى كده خلاص خلصت ايه الريسبشن بتاعي بس شكله بقى جميل ازاي وبقى نضيف ازاي اكيد طبعا شفتوه قبل وطبعا دلوقتي بعد بسوا اختلف خالص 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 بقى جميل جدا ونضيف وهادي ورحته جميلة وكل حاجة هعطر بقى كده الريسبشن بصوا البرواز المتعلق في الحياة ده وكل ما علقوا يقع هو 3 كتع ففي كتع عثبتة جدا وكتعتين التانين كل ما يتعلقوا يقعوا ان شاء الله برضو هعلقهم بس ايه بكرة بقى او كده لان النهاردة خلاص انا فصلت ومش قادرة خلاص تعبت جدا جدا لان اعملت الشقة كلها مرة واحدة يعني ما كنتش حتى برايح والله بين الاوض ولا اي حاجة ممكن اكون بس لما عادنا ده غدينا وخلاص على كده خلاص كده بقى هدخل بقى كده على الترقة اشوف بقى هعمل ايه فيها انا مالي رشد معطر كتير او كده دخلت بقى كده على الترقة زي ما انتم شايفين بصتم الكركبة بس الاول طبعا هخش على المطبخ المطبخ طبعا انا عميليهم براح مع بعض فانضيف جدا ما فيش في اي حاجة كل الحكاية الحاجة اللي انا كنت جاي بيها معاكم في اللي عملت بيها في الفيديو المشتريات آآ روستها بس في المطبخ وبعد كده هبدأ بقى ان انا ايه آآ كان في طبقين بتبقى الغدا برضو غسلتهم على طول بصتم حاطتها هنا كده جنب البتجاز عشان تبقى قريبا مني آآ طبعا انا بعمل اكل هنا بصتم طلعها بقى مستش الشامع عشان كنت معاي اللي هو يشرت اللي هو الليد ده ده فكنت عايزة علقوه وطبعا هعلقوه بالفعل يعني آآ بس للأسف هيقع من المستش الشامع مش نافع خالص خالص معي مش عارفة بقى بتعلق بايه بقى مانة يعني مش عارفة بيعلقوه بازاي انا مش عارفة كل ما علقوه يقع كده خلاص انا نضفت بقى المطبخ وهو نضفت الرخامة ومسحت برضو المطبخ وطبعا نضيف معمول من المبارح فهو نضيف ورصب بقى الصواني الجديدة ان انا كنت جايباها والمصفة الحلوة دي واحط بقى الفوتة بتاعت تنشيف الموعين واللبق وكده وخلاص على كده خلصت بقى المطبخ بتاعنا آآ وفرشته هدخل بقى كده على الترقة شلت طبعا كل بقى الكركبة اللي كانت في الترقة وكراستها كويس جدا وبعد كده غيرت المية وبعد كده همسح بقى الترقة انا بصراحة بين كل مسحة ومسحة لازم اغير المية او بين كل يعني مكان ومكان عشان يعني ايه آآ ما يكون نضيفة ورحتها برضو تبقى تضيفة حلوة بصوا انا كده خلاص تعتبر خلصت الشقة كلها مفضل لش حاجة خالص غير الحمام حتى تلاقي بقى ان يعني انا ده 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 طبع يعني في عمال الشقة بخلص كله كله وباجي بقى على الحمام كده ده ببقى اخر حاجة هفرش بقى المشات الترقة الجيزة اللي انا جبتها بصوا بقى شكلها 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 حلو جدا 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 جميلة اوي انا بحب يعني مش بحب بصراحة الاستجاد اللي هو الغامق اوي ما بحبوش اوي برضو بحب اللي هو بين البين يعني بحب اللي هو ايه لا فاتح ولا غامق عشان يعني ايه بيبانش فيه بصراحة الوساخة ولا الكلام ده الفاتح بيبان فيه والغامق برضو بيبان فيه لكن اللي هو اللي هو ده الوسط ده ببقى حلو جدا خلاص كده فرشت بقى مشات الترقة بتاعتي الجميلة دي هدخل بقى كده على الحمام بقى ابدأ اعمله كده بدأت بالبنو غسلته كمعا كويس جدا اا باللي هو المكسل ده اا والسيرك اللي هو العادي هشيل بقى الحاجة اللي على الحد كلها برضو اخسله بقى كويس برضو جدا زي ما قلتلكنا طول النهار بخسل يعني بحط دوار في الغسالة فمجي بقى اعمل الحمام مبقاش عندي حاجة حتة المطبخ اتعادلت تاني مش عارفة ازاي يلا بقى مش مشكلة اا هنا كنت اعايزة اقول بقى بصتوا ال� InnFCلي يعني والمصفة لها الجزيدة اكيت انا مختường ماخدت بقى الخلاص من حتة دي لان اتحط التاني بس يلا ما فيش مشكلة بقى هنا مش مسرعة المرة فاتي كنت مسرعها بصتوا هنا على هادي خالص المبق طبعا بقى جميل جدا ونضيف قوي آآ خلاص كده بقى كان نفسي بصراحة قوي علق الليد ده بيدي ضي كده حلو بيدي جو حلو يعني آآ بس للأسف يعني زي ما قطو لكم ما نفعش خالص برضو هنمسح الترقة مش عارفة بصراحة الرخامة دي اتعادت تاني لي انا مش عارفة يعني بس يلا بقى مش مشكلة لأ وجاية بقى ايه بالروح اخوص خلاص بقى كده هافتش برضو السجدة دلوقت زي ما انتم شفتوا آآ وبعد كده بقى هدخل على الحمام لونها كمان لونها حلوة قوي منور كده الترقة آآ يعني بحب انا لازم اقول لكم الالوان اللي هي يعني ايه فتحة شوية كده بحس ان هي بتنور الغمق بحس ان هو بيكتم شوية وبيغمق المكان بس كده خلاص هدخل بقى على الحمام مكسل ده حلوة جدا وكل حاجة بس آآ يعني انا شايفها بصراحة عادي مش اللي هو يعني انا بصراحة اول مرة جربه يعني بس جبته بنقع ناس كتير اول شكرت فيه قالت يعني حلوة جدا ومش عارف ايه فانا جبته بس حسنت ان هو عادي جدا يعني خلصت كده الحوت بقى وخلصت برضو الطايلت وخلصت البنيو وكل حاجة بصت بقى الصفات الجميلة دي اللي انا كنت جابها معك في المشتريات كان اللي اربعة بعشرة جنيه بصوا طحفة حلوة جيء قوي 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 بصوا بتمسك ازاي في الحاجة آآ بعد ما حطت اللون ده قلت لأ هغير اللون لون مش عاجبني فجبت لون تاني خالص رحت حطه شكله كان احلى فعلا بصوا اصلا الا استدادة بتاعت الحوت كان ببيزة فطبعا كنت ساعت مسلا استبونا بعد ما تصغر استبونا وكانت بتوع مني كتير جدا فجبتها فعجبتني كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص بعد ما الحمام بقى نشف فراشته يارب بقى الفيديو يكون عجبكم كل سلامهم طيبين وعيد سعيد عليكم يارب واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد بقى وبقضي بقى العيد مع حماتي ان شاء الله يعجبكم جدا هقولك باي باي مع السلامة واشوفكم ان شاء الله على خير باي باي اشتركوا في القناة